كتاب دعي القلق وابدعي الحياة تعليف ديل كارنيجي تعريب عبد المنعم محمد الزيادي كيف كتب هذا الكتاب ولماذا؟ قبل خمسة وثلاثين عاماً كنت واحداً من أتعس الشبان في مدينة نيويورك كنت أشتغل وسيطاً لبيع سيارات النقل كسباً للعيش ولم أكن أدري ما الذي يجر عجلات السيارة النقل بل لم أكن أريد أن أدري كنت أحتقر مهنتي وأحتقر العيش في غرفة رخيصة الأثاث في الشارع الغربي السادس والخمسين في غرفة ترتع فيها الصراصير وتمرح وما زلت أذكر أنه كان لي بضعة أربطة للعنق معلقة على مشجب فإذا مددت يدي في الصباح لأتناول واحداً منها تناثرت الصراصير إلى كل ناحية وكنت أحتقر تناول طعامي في المطاعم الرخيصة القذرة التي كانت بدورها مرتعاً للصراصير وقد أتت أن أفد على غرفتي المنعزلة كلي كل ليلة وأنا أعاني صداعاً شديدة صداعاً تغذيه الخيبة والقلق والمرارة والنقمة كنت ثائراً لأن الأحلام التي راودتني أيام دراستي في الكلية قد استحالت إلى كابوس مزعج أكانت تلك حياة أكانت تلك هي المغامرة المثيرة التي طالما تطلعت إليها في لهفة وشوق أكان ذلك هو كل ما تضمره لي الحياة إلى الأبد أن أمارس عملاً حقيراً وأن أعيش مع الصراصير وأتناول طعاماً قذراً بلا أمل في المستقبل طالما تمنيت أوقات الفراغ ليقطعها بالقراءة وبإخراج الكتب التي حلمت بإخراجها في أيام دراستي ووقع في أتقادي أنني قد أكسب الشيء الكثير ولا أخسر شيئاً إن أنا تخليت عن العمل الذي أحتكره فلم يكن همي أن أجمع ثروة طائلة بل أن أعيش عيشة حافلة وفي الحال فقد وصلت إلى لحظة الفصل التي تواجه معظم الشبان حين يبدأون الحياة فاتخذت قراري الحاسم ولقد غير هذا القرار مستقبلي كله وجعل الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية من حياتي أعوام سعادة ورغد أكثر مما تصورت وقدرت وكان القرار الذي اتخذته هو هذا سأتخلى عن العمل الذي أحتقره ولما كنت قد أمضيت أربع سنوات في كلية المعلمين وارين سيبرغ بولاية ميسوري استعداداً لأن أكون معلماً فسأكسب عيشي من تعليم الطلبة البالغين في المدارس الليلية وعندئذ يخلص لي النهار لأمضيه في مطالعة الكتب وإعداد المحاضرات وكتابة الروايات والقصص القصيرة فقد كنت أريد أن أعيش لأكتب وأكتب ليعيش وأي مادة ترى ينبغي أن أعلمها أو أعلمها للبالغين في المدارس الليلية وتلفت إلى الوراء وأخذت أوازن بين المواد التي تعلمتها في الكلية فتبينت أن البرنامج الذي درسته في فن الخطابة العامة كان أجدى علي في حياة العملية بل في حياتي عموماً من كل ما درسته من البرامج ولماذا؟ لأنه محى ما كانت أو ما كنت أعانيه من حياء وجبن وضعف ثقة بالنفس ووهبني الشجاعة والثقة والمقدرة على معاملة الناس كما أنه أوضح لي أن الزعامة منجذبة عادة إلى رجل أو إلى الرجل الذي يسعه أن ينهض على قدميه ويقول ما يجول بذهنه وقدمت طلباً للالتحاق بوظيفة مدرس لفن الخطابة العامة في برامج إضافية ليلية نظمتها أو نظمتها كلاً من جامعتي كولومبيا ونيويورك ولكن هاتين الجامعتين اتذرتا بأنهما تستطيعان المضي في برامجهما بدون معونتي وأحسست بالخيبة إذاك ولكني الآن أحمد الله على أنهما ردتاني خائباً فقد التحقت بعد ذلك بالمدارس الليلية لجمعية الشبان المسيحية وقد التزمت بأن أظهر نتائج ملموسة بأسرع ما أستطيع ويا له من تحدي واجهته فهؤلاء البارغون الذين يدرسون في تلك المدارس لم يأتوا إليها لأنهم طامحون أو طامعون في درجات علمية أو مراكز اجتماعية وإنما أتوا لسبب واحد هو أن يحلوا مشكلاتهم كانوا ينشدون القدرة على الوقوف على أقدامهم وإلقاء بضع كلمات في اجتماعات متعلقة بأعمالهم دون أن يغمى عليهم من فرط الرهبة وكان المشتغلون بالبيع منهم يطمحون إلى مواجهة عمل صعب المراس دون أي يذعر الأحياء التي يسكنونها ثلاث مرات قبل أن يستجمعوا أطراف شجاعتهم كانوا يطمحون إلى أن ينجحوا في أعمالهم وأن يحصلوا على قدر أوفر من المال تنعم به أسرتهم ولما كانوا يدفعون نفقات تعليمهم بالتقصيط وفي استطاعتهم أن يكفوا عن الدفع إذا لم يحصلوا على نتيجة ولما كنت أتقاضى نسبة من الأرباح لا مرتبا منتظما لذلك كله تحتم علي أن أكون عمليا إذا أردت أن أعيش وأحسست إذ ذاك أني مغبون نوعا ما غير أنني أعلم الآن أنني كنت أحصل على مران لا يقوم بثمن فقد كان علي أن أستحث طلبتي على النجاح وأساعدهم على حل مشكلاتهم وأجعل كل درس من دروسي محفزا ملهما لأرغبهم في متابعة الحضور كان عملا مثيرا وقد أحببته ولشدة ما دهشت للسرعة التي أحرز بها هؤلاء الطلبة البالغون الثقة بأنفسهم أحرز معظمهم تقدما مضطردا وزيادة في الدخل ونجحت الدراسة أكثر مما قدرت فلم تمضي ثلاثة مواسم الدراسية حتى قبلت جمعية الشبان المسيحية التي رفضت أن تمنحني خمسة دولارات في الليلة بصفة مرتب منتظم أن تعطيني ثلاثين دولارا في الليلة على أساس النسبة المئوية وكنت أولا أدرس فن الخطابة فحسب ولكني مع مر السنين تبينت أن هؤلاء الطلب البالغين في حاجة أيضا إلى كسب الأصدقاء والتأثير في الناس فلما لم أجد كتابا يعالج العلاقات الإنسانية توليت أنا وضع كتاب من هذا النوع وألفت الكتاب نعم إنه لم يؤلف بالمعنى المفهوم من التأليف بل نمى وتطور مع تجارب هؤلاء الطلبة البالغين وقد سميته كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس ولما كنت قد وضعته ليكون مرجعا فحسب لطلبة البالغين ولما كنت قد كتبت من قبله أربعة كتب لم يسمع بها أحد فإنني لم أحلم قط بأن سيباع منه ذلك العدد الضخم الذي بيعه ولعلي الآن أكثر المؤلفين الموجودين على قيد الحياة دهشة وعجبة وبتتابع السنين علي أدركت أن ثمة مشكلة أخرى كبرى تواجه طلبتي البالغين تلك هي القلق فغالبية طلبتي من المشتغلين بالبيع أو السكرتيرين أو المهندسين أو المحاسبين إنهم خليط من مختلف الأعمال والمهن ومعظمهم يواجهون مشكلات ويصادفون عقبات وبين طلبتي نساء عاملات وزوجات وهؤلاء بدورهن يواجهن مشكلات عندئذ أدركت أني في حاجة إلى مرجع في كيفية قهر القلق ومرة أخرى حاولت أن أعثر على مرجع في هذا الموضوع وذهبت إلى المكتبة العامة بنيويورك يقع أحد فروعها في الشارع الخامس والفرع الثاني يقع في الشارع الثاني والأربعين ولشد ما كانت دهشتي حينما اكتشفت أن لدى هذه المكتبة 22 كتابا فقط مدرجة تحت عنوان القلق ولعل من الضريف أن ألاحظ أن لدى المكتبة 189 كتابا مدرجة تحت عنوان الديدان أي أن عدد الكتب التي تعالج موضوع الديدان يبلغ نحو تسعة أضعاف عدد تلك التي تعالج موضوع القلق وليس هذا مدهشا ولما كان القلق من أكبر المشكلات التي تواجه الإنسانية فإنك لا شك تحسب أن كل مدرسة عليا أو كلية في هذه البلاد تدرس منهاجا تدرس منهاجا في كيفية قهر القلق أليس كذلك؟ ورغم ذلك فإن كان هناك منهاج واحد في هذا الموضوع يدرس في أية كلية في هذه البلاد فإني لم أسمع به مطلقة وليس عجيبا إذن أن يقول دابيد سيبري في كتابه كيف تقلق بنجاح أن سننتهي إلى طور النضج ولنا من قلة الاستعداد لمواجهة التجارب مثل ما للديدان من الخبرة برقصة الباله وما نتيجة ذلك؟ النتيجة الواقعة أن ثلث عدد الأسرة في مستشفياتنا جميعا الأسرة في مستشفياتنا جميعا يشغله أشخاص متاعبهم الأصلية إما عصبية أو عاطفية لقد قرأت هذه الكتب الاثنين والأشرين التي تعالج موضوع القلق والمصفوفة على أحد أرفف المكتبة العامة بالنيويورك واشتريت فضلا عنها كلما استطعت العثور عليه من الكتب التي تعالج هذا الموضوع ومع هذا كله لم أقع على كتاب واحد يصلح لأن يكون مرجعا لطلبة البالغين ومن ثم عولت على أن أضع بنفسي كتابا في هذا الموضوع وأخذت أهيئ نفسي لإخراج هذا الكتاب منذ سبعة أعوام مضت وكيف؟ قرأت ما كتبه الفلاسفة على مر العصور خاصا بالقلق وقرأت مئات التراجم ابتداء من كومفوشيوس إلى تشيرشل وذهبت لمقابلة عدد من الشخصيات البارزة في شتى نواحي الحياة مثل جاك ديمبسي بطل الملاكمة والجنرال أمر برادلي والجنرال مارك كلارك وهنري فورد وإيليانور روزفيلت ودوروثي ديبيكس ولكن هذا كله لم يكن إلا بداية فقد فعلت فضلا عن هذا شيئا أفضل بكثير من القراءة والمقابلات اشتغلت خمس سنوات في معمل لقهر القلق وهذا المعمل على ما أعتقد هو أول معمل وهو الوحيد من نوعه في العالم أجمع أعني أنني أعطيت طلبتي مجموعة من القواعد في كيفية قهر القلق وطلبت إليهم أن يطبقوا تلك القواعد على حياتهم الخاصة ثم سألت كل منهم أن يشرح لزملائه في الفصل ماذا كانت النتيجة وكنتيجة لهذه التجربة أعتقد أنني استمعت إلى محاضرات في كيفية قهر القلق أكثر مما قدر لأي فرد عاش في هذا العالم هذا فضلا عن القصص الواقعية الكثيرة التي تدور حول هذا الموضوع والتي وصلتني بالبريد فهذا الكتاب إذن لم ينحدر من برج عاجي لا ولا هو دراسة أكاديمية في كيف يحتمل أو يقهر القلق أو يحتمل أو يقهر القلق بل إنه على النقيض من ذلك فقد توخيت أن يكون هذا الكتاب عمليا مؤيدا بالوثائق والأدلة وكيف استطاع الآلاف من البالغين فعلا أن يتغلب على القلق ويسعني أن أؤكد لك أيها القارئ شيئا واحدا هو أن هذا الكتاب سهل الهضم ميسور القضم تستطيع أن تعمل فيه أسنانك ويسعدني أن أقول لك إنك لن تجد في هذا الكتاب قصصا تدور حول رجل ما يدعى جون أو سيدة ما تدعى ماري ففيما عدا حالات نادرة يسمى لك هذا الكتاب أو يسمي لك هذا الكتاب الأشخاص بأسمائهم ويذكر مواطنهم فهو دامغ مؤيد بالبراهين لقد قال الفيلسوف الفرنسي فاليري العلم طائفة من وصفات ناجحة وهذا القول ينطبق على هذا الكتاب فهو مجموعة وصفات مجربة لتخليص حياتنا من القلق ويحسن أن أخبرك أنك لن تجد في هذا الكتاب شيئا جديدا ولكنك ستجد الشيء الكثير مما يتجاهله الناس وهذا هو المهم فلا أنت ولا أنا نحتاج إلى شيء جديد يقال فإننا نعلم ما يكفي لأن يجعل حياتنا كاملة من جميع نواحيها فعلتنا ليست الجهل وإنما هي التجاهل ومهمة هذا الكتاب هي تكرار حقائق قديمة معروفة مع تجسيمها وإبرازها لتحفزك على تطبيقها وبعد فإنك لم تشتري هذا الكتاب لتقرأ كيف كتب بل إنك تتطلع إلى التنفيذ وهذا حسن فلتبدأ القراءة وأرجو أن تقرأ الصفحات الخمسين الأولى من هذا الكتاب فإذا لم تشعر بعدها أنك أحرست قوة جديدة للقضاء على القلق والاستمتاع بالحياة فطوح بهذا الكتاب في سلة المهملات فلا خير لك فيه ديل كارنيجي الجزء الأول حقائق أساسية عن القلق ينبغي أن تعرفها الفصل الأول عش في حدود يومك في ربيع عام 1871 التقط شاب كتابا وقرأ فيه 22 كلمة كان لها أبعد الأثر في تكييف مستقبله كان الشاب طالبا يدرس الطب في مستشفى مونتريال العام بكندا وحين أوشك على دخول الامتحان النهائي ساوره القلق على مستقبله ولم يدر ماذا يفعل ولا كيف يكتسب خبرة ولا كيف يكسب يكسب رزقه فيما لو تخرج لكنه بفضل هذه الكلمتين هاتين الكلمتين الاثنتين والعشرين التي قرأها أصبح أشهر طبيب في جيله فهو الذي أسس مدرسة جونز هويكنز للطب ذات الشهرة العالمية وتربع زمنا على كرسي الأستاذية في الطب بجامعة أكسفورد وأنعم عليه ملك إنجلترا بلقب سير وحين توفي نشرت سيرة حياته في مجلدين كبيرين من 1466 صفحة ذلك هو سير أوسلر وهذه الكلمات الاثنتين والعشرون التي قرأها في ربيع 1871 في كتاب للأديب الإنجليزي الكبير توماس كارليل فعانته على أن يبدأ حياة جديدة ناجحة لا يشوبها القلق هي ليس علينا أن نتطلع إلى هدف يلوح لنا باهة على البعد وإنما علينا أن ننجز ما بين أيدينا من عمل واضح بين وانقضت على تخرج طالب الطب 42 سنة وفي ذات يوم من أيام الربيع المشرقة وقف سير ويليام أوسلر يخاطب طلبة جامعة ييل فقال إن رجلا مثله احتل مقعد الأستاذية في أربع جامعات مختلفة ووضع كتابا لقي رواجا كبيرا خليق بأن تتوافر له قوة ذهنية فريدة من نوعها ولكن الأمر على العكس فإن أخص أصدقائه يعلمون عنه أنه عادي الذكاء ومتواضع البديهة فما هو إذن سر نجاحه؟ لقد عزى ذلك إلى ما سماه الحياة في حدود اليوم الحياة في حدود اليوم فماذا كان يعني بذلك؟ قبل أن يلقي كلمته في طلبة جامعة ييل ببضعة أشهر؟ عبر الأطلنطي على عابرة محيط بخمة حيث شاهد القبطان يقف فوق برج الباخرة ويضغط زرا فتجلجل آلات السفينة ويحجب جانب منها خلف حاجز حديدي ولا يبقى منها إلا ما يلزم السفينة في يومها وقد شرح الدكتور أوسلر ذلك لطلبة جامعة ييل ثم أردف شرحه قائلا وكل منكم أروع بنيانا من عابرة المحيط الضخمة وهو يقدم على رحلة أطول بكثير من رحلة عابرة المحيط فعليكم إذن أن تتعلموا السيطرة على آلاتكم فلا تبقوا منها إلا ما يلزم لرحلة اليوم فذلك أدعى إلى إتمام الرحلة بسلام فليتصور كل منكم نفسه واقفا فوق البرج كما فعل قبطان السفينة وليتخيل أنه يضغط زرا فيسمع صوت الأبواب الحديدية وهي تغلق على الماضي الماضي الذي لم يعد له وجود ثم ليضغط زرا آخر فتسدل ستائر حديدية على المستقبل المستقبل الذي لم يولد بعد وبذلك يضمن السلامة في يومه هذا أغلقوا الأبواب على الماضي وأوصدوها دون المستقبل وعودوا وعودوا أنفسكم العيش في حدود اليوم انتهى كلامه هل كان الدكتور أوسلر يعني أنه لا ينبغي لنا أن نستعد للغد أو نفكر فيه؟ كلا فقد مضى في خطبته تلك فقال إن أفضل الطرق للاستعداد للغد هي أن نركز كل ذكائنا وحماسنا في إنهاء عمل اليوم على أحسن ما يكون هذا هو الطريق الوحيد الذي نستعد به للغد وقد نصح الدكتور أوسلر طلبة جامعة هيل أن يبدأوا يومهم بالدعاء الذي كان يتلوه المسيح خبزنا كفافنا اعطنا اليوم وذكرهم أن هذا الدعاء كان من أجل خبز اليوم وحسب فلا هو يحتج على الخبز الرديء الذي كان بالأمس ولا هو يقول مثلا يا إلهي لقد عم الجفاف ونخشى أن لا نحصل على خبزنا في الخريف القادم أو لو أنني يا إلهي فقدت وظيفتي فكيف أحصل عندئذ على الخبز كلا إن بهذا الدعاء يطلب خبز اليوم فقط فخبز اليوم هو وحده الذي يمكنك أن تعيش اليوم ولقد اعترض الكثيرون على قول السيد المسيح بين قوسين فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره متى أو متى السادس أربعة وثلاثين وقال هؤلاء المعترضون كيف لا نفكر في الغد بل ينبغي أن نفكر فيه وأن نتهب نتأهب له ينبغي أن نوفر مالا لأوقات الشيخوخة وأن نعد المشروعات لمستقبل حياتنا وهذا حق نعم يتحتم عليك أن تفكر في الغد وتعد العدة له ولكن لا يجب أن تهتم له والهم مرادف للقلق ففي خلال الحرب الماضية رسم قوادنا الخطط للمستقبل ولكنهم لم يهتموا للمستقبل فقد قال الأميرال أيرنس كينج قائد بحرية الولايات المتحدة لقد جهزت أحسن المقاتلين بأحدث العتاد الموجود لدينا ووجهتهم أحكم توجيه وهذا كل ما أستطيعه فإذا غرقت سفينة ولم يسعني أن أن تشيلها وإذا كان مقدرا لها أن تغرق ولم يسعني أن أمنعها فأجد علي أن أشغل وقتي بالتفكير في مشكلات الغد بدلا من أن أضيعه في التحسر على الماضي وفضلا عن هذا فلو أني أخذت في التحسر على الماضي لما أمرت في هذه الحياة طويلة وإنك لتجد سواء في الحرب أو في السلم أن الاختلاف الرئيسي بين التفكير المتزن والتفكير الأحمق هو أن التفكير المتزن يعالج الأسباب والنتائج ويفضي إلى خطة منطقية إنشائية وأما التفكير الأحمق فيفضي إلى التوتر والانهيار العصبي حضيت أخيرا بمقابلة آرثر هيز سيليمبرغر وهو ناشر جريدة نيويورك تايمز إحدى كبريات الصحف في العالم فقال لي إنه عندما نشبت الحرب العالمية في أوروبا ساوره الجزع والإشفاق من المستقبل حتى استحال عليه أن ينام فكان كثيرا ما يصح من نومه ليلا فيتناول قلما وقرطاسا وينظر إلى صورته في المرآة وينقلها على القرطاس ولم يكن يعلم شيئا عن فد الرسم ولكنه كان يرسم كيفما اتفق لكي يبعد القلق عن ذهنه وذكر لي مستر سيلسبرجر أنه لم يستطع مع ذلك أن يطرد القلق وأن ينعم بالراحة والسلام إلا حين اتخذ له شعارا هو هذه الكلمات الثلاث المقتطفة من أحد التراتيل الدينية خطوة واحدة تكفيني وهذا هو مطلع الترتيل خذ بيدي أيها الضوء الكريم وثبت قدمي إني لا أطمع في الأفق البعيد خطوة واحدة خطوة واحدة تكفيني وفي هذا الوقت نفسه كان هناك شاب في مكان ما من أوروبا يرتدي البزة العسكرية ويتلقن مثل هذا الدرس ذلك هو تيد بن جربينو من أهالي بلتيمور بولاية ماريلاند وقد كتب إلى تيد بن جربينو يقول في أبريل عام 1945 اشتاحني القلق حتى سبب لي داء عضالا في القولون عانيت منه الألم المرير ولو أن الحرب لم تنتهي يوم انتهت لكنت قد أصبت بانهيار تام فقد كنت أعمل ضابطا في لجنة سجلات القبور التابعة لفرقة المشات الرابعة والتسعين وكانت مهمتي أن أساهم في إعداد سجلات بأسماء الجنود والضباط القتلى والمفقودين والنازلين بالمستشفيات كما كنت أساهم فضلا عن هذا في استخراج جثث القتلى من الحلفاء والأعداء على السواء الذين دفنوا على وجه العجلة أثناء احتدام المعركة وكان علي أيضا أن أجمع مخلفات هؤلاء القتلى لأرسلها إلى آبائهم أو ذويهم المقربين الذين يحلون مثل هذه المخلفات محلا كبيرا من نفوسهم ومن هنا اعتراني القلق خشية أن يوقعني الارتباك في خطأ جسيم وكنت إلى هذا دائم التساؤل ترى أيمكن أن تتاح لي النجاة بعد هذا كله؟ أيقدر لي أن أحمل بين ذراعي طفلي الأوحد الذي يبلغ من العمر ستة عشر شهرا والذي لم أكن قد رأيته بعد؟ كنت قلقا مجهدا حتى أنني فقدت من وزني أربعة وثلاثين رطلا وأوشك القلق والإجهاد أن يدفع بي إلى الجنون كنت أنظر إلى يدي فلا أرى غير عظام يكسوها الجلد فيستبد بي الفزع من أن أعود إلى وطني آدميا محطما وأنفجر باكيا كالطفل وكنت أنفجر باكيا في كل مرة أخل فيها إلى نفسي وقد حدث عقب إحدى المعارك الكبرى أن انتابتني نوبة طويلة من البكاء كنت أفقد الأمل خلالها من أن أعود شخصا طبيعيا مرة أخرى وانتهى بي المطاف إلى مستشفى حربي وهناك وجه إلي الطبيب نصيحة غيرت مجرى حياتي تماما فبعد أن فحصني فحصا دقيقا أنهى إلي بأن مشكلتي ليست جسمانية وإنما هي عقلية قال اسمع يا تيد إني أريدك أن تنظر إلى حياتك كأنها ساعة زجاجية كتلك التي استخدمت قديما لتحديد الوقت أنت تعلم أن هناك آلافا من حبات الرمل توضع في نصف هذه الساعة الأعلى فتمر ببطء وفي نظام دقيق من خلال الرقبة الضيقة إلى نصفها الأسفل فلا أنت ولا أنا نستطيع أن ندفع بأكثر من حبة واحدة إلى عنق الساعة دون أن نصيبها بخلل وأنت وأنا والناس جميعا كهذه الساعة الزجاجية فعندما نصح في الصباح نجد مئات الأعمال في انتظارنا فإذا لم نصف هذه الأعمال كلا بدوره وعلى حدة في بطء وانتظام كما تنزلق حبات الرمل من عنق الساعة الزجاجية فإننا نعرض كيانا للجسماني والعقلي لخطر التحقيم وقد صرت وفقا لهذه الفلسفة منذ ذلك اليوم التاريخي وقد أنقذتني هذه النصيحة جسمانيا وعقليا أثناء الحرب وساعدتني كثيرا في عملي بعد إنهاء الحرب فقد واجهت من المشكلات المتعلقة بعملي ما يعد بالعشرات وكلها تتطلب الإنجاز في وقت قصير محدود وبدلا من أن أسمح ليعصابي بأن تثور كنت أتذكر نصيحة الطبيب وأرددها لنفسي حبة واحدة من الرمل في الوقت الواحد عمل واحد في الوقت الواحد وما زلت أكرر ذلك حتى أصبحت وفي وسعي أن أنجز أعمالي بمعزل عن القلق الذي كاد يحطمني في ساحة المعركة من الحقائق المروعة أن نصف عدد الأسرة التي في مستشفياتنا يشغله أناس يثقلهم الإرهاق العصبي والعقلي أناس ناءوا بأبئهم الثقيل من الماضي المتراكم والمستقبل المخيف لقد كان في وسع الكثيرين من هؤلاء المرضى أن يذرعوا الآن شوارع المدينة سعداء مرحين ناجحين في حياتهم لو أنهم وعوا قول السيد المسيح لا تهتموا للغد أو لو أنهم وعوا قول السير ويليام أوسلر عش في حدود يومك أنت وأنا نقف اللحظة في ملتقى طريقين أبديين الماضي الفسيح الذي ولا بغير رجع والمستقبل المجهول الذي يطارد الزمن ويتربص بكل لحظة حاضرة ولسنا بمستطيعين العيش ولو بمقدار جزء من الثانية في أحد هذين الطريقين الأبديين فإذا حاولنا ذلك لم تجدينا المحاولة إلا تحطيم أجسامنا وعقولنا وإذن فدعنا نرضى بالعيش في الحاضر الذي لا يمكن أن نعيش إلا فيه دعنا نعيش اليوم إلى أي حين وقت النوم لقد كتب الروائي الكبير روبرت لويس ستيفنسون يقول كل مرئ يستطيع أن يحمل عبأه مهما ثقل إلى أن يرخي الليل سدوله وكل مرئ يستطيع أن ينجز عمل يوم واحد مهما صعب وكل مرئ يستطيع أن يعيش قرير العين راضيا صبورا محبا نقيا إلى أن تغرب الشمس وهذا هو كل ما تبغيه من الحياة في الحقيقة انتهى كلامه نعم هذا هو كل ما تتطلبه من الحياة ولكن ميسيز ألف كاف شيلدز من أهالي ولاية ماتشيغان تملكها اليأس مرة إلى حد الإشراف على الانتحار قبل أن تتعلم كيف تعيش إلى أي حين وقت النوم روت لي ميسيز شيلدز قصتها فقالت في عام 1937 فقدت زوجي فانتابني الحزن الشديد فضلا عن الفقر المتقع الذي وجدت نفسي وكابده فكتبت إلى مخدومي السابق مستر ليون روش صاحب شركة روش كارلر في مدينة كانساس أطلب عملا واستطعت أن أحصل على عملي السابق وهو بيع الكتب إلى المدارس الريفية والداخلية بالعمولة وكنت قد بعت سيارتي حين انتاب المرض زوجي ولكن استطعت تدبير شيء من المال دفعته دفعة أولى في سيارة مستعملة وعدت أبيع الكتب من جديد وكنت أظن أن العودة إلى العمل قد تذهب أو تذهب بعض حزني ولكن خاب فألي وفي ربيع عام 1938 اقتباني العمل أن أرتحل إلى بلدة فرساي بولاية ميسوري وهناك استشعرت الوحدة والاكتئاب حتى أني فكرت جديا في الانتحار فقد لاح لي أن استمرار حياتي على هذا المنوال أمر مستحيل إذ كنت أخشى أن أستيقظ كل يوم لأواجه الحياة التي أظلمت في عيني وكنت دائمة القلق أخشى أن لا أستطيع تسديد أقصاط السيارة أو دفع إيجار الغرفة وأخشى أن لا أجد طعاما أقتات به وأخشى أن تتدهور صحتي فلا أجد الطبيب وما منعني من الانتحار إلا شيئا تصوري مقدار حزن شقيقتي لموتي وعدم توافر ما يكفي من المال لجنازتي وفي ذات يوم قرأت مقالا انتشلني من هذه الوحدة ووهبني القدرة على مواجهة الحياة ولن أفتأ أشكر لهذه الجملة التي قرأتها في ذلك المقال وهي ليس اليوم الجديد إلا حياة جديدة لقوم يعقلون وكتبت لفوري هذه الجملة على الآلة الكاتبة وألصقتها على نافذة سيارتي في مواجهة مقعد القيادة لكي أراها طوال وقت قيادتي للسيارة لقد علمتني هذه العبارة أن أعيش كل يوم على حدة وأن أنسى الأمس وأن لا أفكر في الغد وقد استطعت أن أتغلب على الخوف من المرى والخوف من الحاجة وأنا الآن سعيدة ناجحة وفضلا عن هذا فأنا أعلم أنني لن أرتد خائفة قلق مرة أخرى مهما واجهتني من مصاعب الحياة كما أعلم أنه لا حاجة بي إلى الخوف من المستقبل ما دمت أعيش كل يوم على حدة وما دمت أعلم أن كل يوم جديد إنما هو حياة جديدة لقوم يعقلون من تظنه نظم الكلمات التالية؟ ما أسعد الرجل؟ ما أسعده وحده؟ ذلك الذي يسمى اليوم يومه والذي يقول وقد أحس الثقة في نفسه يا أيها الغد كن ما شئت فقد عشت اليوم لليوم لا غده ولا أمسه إنها تبدو متمشية مع روح العصر الحديث أليس كذلك؟ لكنها كتبت قبل ميلاد المسيح بثلاثين عاما كتبها الشاعر الروماني هوارس ومن أفجأ الحقائق التي يعرفه عن الطبيعة الإنسانية أننا جميعاً ميالون إلى نبذ الحياة إننا يلذ لنا جميعاً أن نحلم بروضة مزهرة عبر الأفق بدلاً من أن ننعم بالأزاهير المتفتحة خارج نوافذها في يومنا هذا فلماذا كنا من الحمق بهذه الدرجة؟ كتب ستيفن ليكوك يقول ما أعجب الحياة؟ يقول الطفل عندما أشب فأصبح غلاماً ويقول الغلام عندما أترعرع فأصبح شاباً ويقول الشاب عندما أتزوج فإذا تزوج قال عندما أصبح شيخاً متفرغاً فإذا واتته الشيخوخة تطلع إلى المرحلة التي قطعها من عمره فإذا هي تلوح كأن ريحاً اكتسحتها اكتساحاً إننا لا نتعلم إلا بعد فوات الأوان إن قيمة الحياة في أن نحياها في أن نحيا كل يوم منها وكل ساعة لقد أوشك إدوارد إيفانز من أهالي ديترويت أن يقتل نفسه قلقاً واكتئاباً قبل أن يتعلم أن قيمة الحياة في أن يحياها في أن يحيا كل يوم منها وكل ساعة نشأ إيفانز فقيراً معدماً يكتسب رزقه من بيء الجرائد فقد اشتغل كاتباً في محل بقالة ثم التحق بوظيفة مساعد لمدير مكتبه كل ذلك وهو يعول سبعة أشخاص ويكد ليوفر لهم القوت ورغم أن أجره عن عمله الأخير كان ضئيلاً فإنه كان يخشى الاستقالة منه مخافة أن يتضور هو وعائلته جوعاً وانقضت ثمانية أعوام قبل أن يستجمع إيفانز أطراف شجاعته ليبدأ عملاً مستقلاً وقد بدأ عمله المستقل برأس مال مقترض قدره خمسة وخمسون دولار لكنه أصبح يربح عشرين ألف دولار في العام ثم حلت به نكبة فقد أمد صديقاً له بمبلغ كبير من المال فما لبث الصديق أن أفلس وفي أعقاب هذه الكارثة حلت كارثة أخرى فقد أفلس بدوره المصرف الذي يودع فيه إيفانز أمواله جميعاً وأصبح إيفانز فإذا هو مفلس لا يملك مليماً واحداً بل أصبح مديناً أيضاً بمبلغ ستة عشر ألف ريال ولم تتحمل أعصابه ذلك كله قال لي لم أستطع أن آكل أو أن أنام وانتابني المرض المرض الذي جره على القلق ولا شيء غير القلق وبينما أنا أسير ذات يوم أدركني الإعياء وتهاويت في عرض الطريق وحملني الناس إلى بيتي ولم ألبث حتى تفجر جسمي بثوراً مؤلمة حتى أن مجرد الرقاد في الفراش أصبح محنة شديدة وكان هزالي يزداد يوماً عن يوم وأخيراً أنهى إلي الطبيب أنني لن أمكث حياً أكثر من أسبوعين وصدقت ذلك وكتبت وصيتي ولبثت في الفراش أن تظر النهاية المحتومة لم يعد يجدي إذاك الخوف ولا القلق ومن ثم امتثلت للأقدار واسترخيت ورحت في نوم عميق ولم يكن مجموع ما قطعته في النوم خلال الأسابيع الماضية يزيد على ساعتين ولكني وقد أوشكت مشكلتي أن تحل بالموت استغرقت في النوم كالطفل وبدأت المتاعب التي كنت أحسها تختفي وعادت إلي شهيتي وازداد وزني مرة أخرى لفرط دهشتي ومرت أسابيع قليلة فاستطعت أن أمشي متوكيا على عصايتين ثم مرت ستة أسابيع فاستطعت أن أعود مرة أخرى إلى العمل وكنت قبل مرضي أربح عشرين ألف ريال في السنة ولكني اليوم قانع بعمل يدر علي ثلاثين ريال في الأسبوع ولقد وعيت الدرس الآن فمحوت القلق من نفسي وركزت كل وقتي ونشاطي وحماستي في عملي الجديد وقد تقدم إيفانز كثيرا في عمله المتواضع ذاك فلم تنضي سنوات قلائل حتى أصبح مديرا للشركة التي يعمل بها شركة إيفانز للإنتاج وعندما توفي إيفانز عام 1945 كان يعد رجلا من أشد رجال الأعمال في الولايات المتحدة نجاحا وإذا قدر لك أن تطير يوما فوق جرينلاند فقد تهبط في مطار إيفانز المطار الذي أطلق عليه أو أطلق عليه اسمه تخليدا لذكره وإليك مغزى هذه القصة لم يكن إدوارد إيفانز ليحرز النجاح الذي أحرزه في ميدان الأعمال وفي الحياة عموما لو لم يقدر له أن يعيش في حدود يومه وأن يمحو القلق على الماضي والمستقبل منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد قال الفيلسوف الإغريقي هرقليط كل شيء يتغير إلا قانون التغير إنكم لا تهبطون نهرا بعينه مرتين فالنهر يتغير كل ثانية وكذلك الرجل الذي يهبطه فالحياة في تغير لا ينقطع والشيء الأكيد في هذه الحياة هو اللحظة التي نعيش فيها فلماذا نشوه جمال لحظتنا هذه ويومنا هذا بحمل هموم المستقبل الذي يخضع لقانون التغير وفي هذا المعنى نفسه وضع الرومان الأقدمون مثلا من كلمتين كاروس ديم استمتع باليوم أو استمسك باليوم نعم استمسك باليوم واستخلص منه أكثر ما تستطيع وهذه بعينها هي فلسفتي هي فلسفة لويل توماس في الحياة وقد أنضيت أخيرا عطلة نهاية الأسبوع في مزرعته فلاحظت أنه استخرج هذه الكلمات من مزمور 118 عدد 24 ووضعها داخل إطار علقه على جدران استوديو الإذاعة الخاص به لكي يراها في معظم الأوقات بين قوسين هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه وكان جون راسكن يضع على مكتبه قطعة من الحجر منقوش عليها كلمة واحدة هي اليوم وأنا لا أضع قطعة من الحجر على مكتبي وإنما ألصق على مرآتي قصاصة ورق مكتوبة أم مكتوب عليها هذه القصيدة لكي أطالعها كل صباح قصيدة كان سير ويليام أوسلر يحتفظ بها على مكتبه وهي من نظم الكاتب الهندي الشهير كالي داسة انظر إلى هذا اليوم إنه الحياة جوهر الحياة في ساعاته القليلة تكمن حقيقة وجودك معجزة النمو ومجد العمل وروعة الإنتاج فالأمس ليس إلا حلماً والغد ليس إلا خيالة أما اليوم إذا عشناه كما ينبغي فإنه يجعل من الأمس حلماً سعيدة ويجعل من الغد خيالاً حافلاً بالأمل هكذا يجب أن نحي الفجر وإذا فأول ما ينبغي أن تعريفه عن القلق هو هذا إذا أردت أن تطرد القلق من حياتك فافعل كما فعل سير ويليام أوسلر أولاً أغلق الأبواب على الماضي والمستقبل وعش في حدود يومك لماذا لا تسأل نفسك هذه الأسئلة وتدون إجابتك عنها هنا ألف هل أميل إلى نبذ الحاضر لأفكر في المستقبل أتراني أحلم بروضة سحرية مزهرة عبر الأفق بدلاً من أن أنعم بالزهور المتفتحة من حولي باء هل أجعل حياة اليوم مريرة بتحسري على ما حدث في الماضي الذي وله ولم يعد له كيان جيم هل أستيقظ كل صباح مغرماً بأن أستمسك باليوم لكي أستخلص منه أقصى ما أستطيع دال أتراني أحصل من الحياة على أكثر مما أحصل عليه الآن لو أنني عشت في حدود يومي ها متى أبدأ بتطبيق هذا المبدأ؟ الأسبوع القادم؟ غداً؟ اليوم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر